يفتتح وزير التموين شريف فاروق المعرض السلعي الدائم بتخفضات تبدأ من 25 إلى 30% والذي يعد الأول من نوعه الذي تقيمه الشركة القابدة للصناعات الغذائية وقالت وزارة التموين إن المعرض يضم كافة شركات الشركة القابدة للصناعات الغذائية والعاملة في القطاعات المختلفة مثل زيوت والصابون والمنظفات ومضارب الأرز والسكر والصناعات التكملية والمطاحن والمخابز واللحوم والأسماك والدواجن وغيرها وأضافت الوزارة أن المعرض لن يكون فقط مخصص للمواسم بل سيكون طوال العام وسيتم طرح السلع الخاصة بكل موسم فيه بخلاف السلع والمنتجات التي يتم إنتاجها طوال العام